نصل للمبدأ السابع والأخير للدرس السابع المهم جدا هو الكلمة وطبيعة الله الكلمة وطبيعة الله فانتبه رح أرى العدد الأول والثاني وانتبه لهذه الكلمات بقول في البدء خلق الله السماوات والأرض هذا الله هو الآب هو يلي بيكشف لإلنا العهد القديم هو أب شعب الله والرب يسوع المسيح أخذ هذه الحقيقة وجعلها محور تعليمه وعلمنا لما منصلي منقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمنا هذا الإله العظيم يلي خلق الكل هو الآب السماوات هو بيك هو بيك هو بيك أيها الأنسان العدد الثاني وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه روح الله نحن نعرف أنه الله روح بقلنا يسوع المسيح والذين يسجدون لله فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا الله روح المزمور مئة وأربعة ثمينة عشرين انتبهوا لهذه الكلمات ما أجمل هلأيتين بقول تفتح يدك فتشبع خيرا تحجب وجهك فترتاع تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض هذا مين هذا؟ هذا الروح القدس الذي كشف لنا العهد الجديد هذا الرب يسوع المسيح الذي يسمى الروح القدس هذا الروح الخاضر معنا في هذا المكان بهذه اللحظة بهذه اللحظات هذا الروح القدس الآن حيوة للبعض هنا عندي أشكالية صعبة بدي حلها فركزوا معي حيوة للبعض اليوم يقول أنه وروح الله كان يرفع على وجه المياه روح الله هي من روح الله هي ريح قوية الكلام عن رياح عاصفة قوية مش روح الله وأنا بدي جاوب عن هالموضوع وكيف من وين وصلوا لهالاستنتاج لأنه روحوا ريح بالعبرة نفس الكلمة فممكن تقول روح الله أو ريح الله ولأنه كلمة الله ممكن تكون كناية وهذا من صياغ البلاغة يلي هو استبدال كلمة ما كان كلمة ومثل ما منقول أرز الرب شو يعني أرز الرب يعني أرز عظيم قوي فنفس الشي هنا ممكن الله هون تشير للقوة فصار عنا ريح قوية محل روح الله لكن بعتقد أنه هذا التفسير خاطئ جدا بحسب صياق الكلام ورح أعطيكم الأدلة الإثبات أولا مستحيل أن ترجم روح الله روح قوية قوية لماذا؟ لأنه في هذه الرواية المكتوبة بإتقان عالي فيها 35 مرة وجود كلمة إلهيم اللي هي الله يعني 7 ضرب 5 35 مرة اللهم موجودة وفي كل الأماكن تشير إلى شخص الله إلى شخص الله فمستحيل بهالمحل يكون إلى هذا البعد المجيزي يلي ما كان خاطر على بيل الكاتب فمنقول احتراماً لهالروية وتركبتها اللغوية وإنشاءها منقول روح الله لا يمكنك ترجمها بالقوة هل ريح الله أو روح الله نعود إلى كلمة ريح وروح إذا قلت ريح الله لأنه ليس قوية هذه الرحة العادية لا تتحدث عن ريح الله يعني حضور الله هذا الشيء ممكن لكن أفضل لترجمها روح الله ليس ريح الله لماذا؟ لأنه لو ريح الله لم يكن قيل ريح الله ترف على وجه المياه كنستعمل المصطلح المستخدم في الأماكن الأخرى تعصفوا الريح تعصف أو تهب الريح أو عنده هبوب الريح لكن ليش استعمل كلمة ترف أو يرف للإشارة إلى الروح فالتفسير التقليدي والروح الله هو التفسير الدقيق والصحيح وإذا قلت ريح بمعنى النفس الله حضور الله وحضور الله هو الروح القدس الروح الله الحاضر معنا والمزمور 134 بقول ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض ترسل روحك يا الله وهي دي إشارة لسفر التكوين فهنا الكلام عن الآب والكلام عن الروح القدس روح الله خليكن معي وقال الله ليكن نور فكان نور قال الله وانتبهوا معي قال الله هايدي الكلمة هوني مش مخلوقة هي الكلمة الخالقة هي الكلمة يلي عم تؤمر لحتى يحدث أمر هايدي الكلمة اللي عم تخلق الخارقة الخالقة المغيرة للواقع هايدي كلمة الله هايدي إعلان عن إرادة الله الذاتي الأزلي يلي دايما مع الله أزليا مع الله هايدي كلمة الله يلي بتعلن عن فكره وإرادته في ذاته في كيانه وكتلميذ العهد الجديد نحن لما نقرأ تكوين واحد في البدء خلق الله نقرأ معها يحنى واحد في البدء كان الكلمة هنا بداية الخليقة الأولى هنا بداية الخليقة الثانية هنا مضمون الخليقة الأولى هنا مضمون الخليقة الثانية في البدء كان الكلمة ويحنى عم بقول كان الكلمة لأنه عم بشير إلى تكوين واحد عن هيد الكلم الأزلية من هيك كان هون مش في البدء صارت الكلمة وجدت الكلمة لا كان يعني الكلمة كانت موجودة أزليا وعن بقول بالمذكر كان لأن تشير إلى الرب يسوع المسيح ففي البدء كان يعني كلمة كان موجودا قبل الخليقة خلال الخليقة وما بعد الخليقة من هيك الفعل هو فعل مستمر وبتعرف الترجمات العربية القديمة إما بتحط في البدء كان الكلمة موجودا أو بتحط في البدء لم يزل الكلمة لم يزل الكلمة عمل مستمر في البدء كان الكلمة وبتابع يحنى بأسلوب يوناني جميل جدا والكلمة كان عند الله وعنده هذه هذه عنده مش الملكية هذه المعية يعني عنده يعني نحوة يعني إلى جانب يعني معها يعني برفقة يعني في اتصال دائم مع الله الآب هنا عنا هل هتتوجه من كائن أزلي لكائن في اتصال دائم مع الآب مستمر الكلمة المقدسة وبعدين وكان الكلمة الله كان الكلمة الله هلأ في عنا كشف لطبيعة هذه الكلمة إنه هي في هذه الكلمة الرب يسوع المسيح في كيانه أذليا أزليا هو لهوت من هيك نحن منسميه ابن الله مش لأنه الله بخلف لأنه الابن بيحمل طبيعة الآب فالرب يسوع المسيح في طبيعة جوهره الإلهي الأزلي هو مساوي مساوي للآب مثل ما ابنك حامل طبيعتك هيك الرب يسوع المسيح حامل طبيعة الآب في البدء كان الكلمة أزليا موجود والكلمة كان عند الله في اتصال دائم مع الله وكان الكلمة الله كان الكلمة حامل في طبيعته شخص في طبيعته كان حامل لهوت هيدا اللي هووت هو مساوي للآب من هيك منقول الابن مساوي للآب في الجوهر في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فهيدا الكلمة يلي هي التعبير الإلهي الذاتي يلي دايما مع الله لما الله تكلم كشف شيء عن طبيعته ونحن أبناء العهد الجديد لما منقرى سفر التكوين أول الأعداد نرى الآب والإبن والروح القدس معا يشتركون في عملية الخلق في عملية الخلق طيب كيف خلق الله خلق من خلال الكلمة الكلمة شوفوا المزمور 33 كيف بلخص كل ما قلناه بقول بالكلمة الرب بكلمة الرب صنعت السماوات بعض مرة بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنوده وبنسمة فيه كل جنوده بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنوده والرسول بولوس بقول تبهوا بقول فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض فيه يعني الكلمة فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشاً أم ريسات أم سيادات أم سلطين الكل به وله قد خلق فصار الرب يسوع المسيح الكلمة المتجسد فيه خلق الكل وبواسطته ولأجله خلق الكل ما أعظم هذا الإله وكملخص لكل ما درسنا رحضت هالملخص قدامكم أختي هيد الكلمة في تكوين واحد بتكشف لألنا مبادرة الله نحو الخليقة هيد الكلمة هي كلمة مليئة بالشغف والحب والعشق نحو الخليقة لكن بتحترم حريات الإنسان حريات الآخر هيد الكلمة هي مصدر الحياة ومن دون هيد الكلمة لحياة للإنسان بدك حياة تعال إلى الكلمة إلى الكلمة هيد الكلمة عطيط إيمي للإنسان من خلال هالكلمة كشف الله إرادته ومشيئته له الخليقة وقال إنه هيد الإنسان وحده هو على صورة الله هيد الكلمة كشفت لألنا أنه تميزنا الجنسي هو من الجمال يلي الله وضعه في هذه الخليقة ولازم نحترمه فإذا أنت رجل أنت حسن وإذا أنت إمرأة أنت حسنة وجميلة وبعدين هيد الكلمة كشفت لألنا كيف أنه الله صاحب السلطة المطلق تبه معي لما تكلم أخلى ذاته من أجل الإنسان أعطى من سيادته شارك الإنسان سلطانه لحتى يكون هو مثالنا نحن المخلوقين على صورته وأخيراً الكلمة كشفت لألنا أنه هذا الإله صاحب الإرادة هذا الإله الذي يفكر لأنه شخص هذا الإله الحي ناطئ بكلامه هذا الكلمة أعلن لإلنا العهد الجديد أنه لما قال الله كل شيء صار بواسطة الكلمة يلي هي الرب يسوع المسيح يلي جسد في أرضنا فإذا بدك هل تريد أن ترى الله هل تريد أن ترى الآب السماوي هل تريد أن تعرف فكره تبه انظر في وجه الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر